شوتك يوزن لعقومتك قول لعقومتك طلع السلاح وروح حارب السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة في هذا الفيديو لنتكلم عن ردود فعل بعض الفنانين وبعض اللاعبين فبينما نشره محمد رمضان الذي رسالة ديالو تعتبر رسالة ثورية نوعا ما رسالة غاضبة من أجل أهالي غزة قول لعقومتك طلع السلاح وروح حارب انجلس ايه مين هيدفع العربي زي وزيك يعني فهناك من صفق وهناك من تعاطف مع هذه الرسالة واعتبرها هي الرسالة الأمثل أو الطريقة الأمثل للرد والتضامن مع الشعب الفلسطيني فأنا لست ضد محتوى الرسالة ولا ضد الفكرة برمتها ولكن لا تفوتوني في بعض الأحيان بعض التفاصيل عندما وصلتني هذا الرسالة بغض النظر على شكونا هو السيد ولشنو كيدير ولشنو كشي مشي شغلنا عنده واحد الموقف معين نمشي ونشوفه فأنا أول حاجة جاتني في بالي أنا نمشي لصفحة ديالو ونشوف منذ بداية الهجومات الهمجية على غزة منذ السابع من أكتوبر يعني واش كان هناك تفاعل تلقائي لهذا السيد هذا أو لم يكن هناك أي تفاعل تلقائي فوجدت أن السيد نشر صورة شخصية صور له في حفلة بمدينة أسوان أسوان مرة أخرى يعني هذا في ظل لغزة تقصف في ظل للأبرياء يموتون يعني شرح هذا السيد يقيم حفلات كان عنده صهرات بأبيجان افتتاح القرعة ديال كاس أفريقيا وشارك فيها زيارات حتى الرابع عشر من أكتوبر إلى أن بدأ الجمهور يعني هو كينشر صور راقصة له إلى أنغام الموسيقى فكانت هناك بعض ردود الفعل الغاضبة في التعاليق فبعدها قام بنشر هذه الصورة لكنها لم تكن كافية فكان هذا رد الفعل اللي شفته نستخدمها أمتى أسلحتنا وجيشنا وبيوشنا وصوتنا يوصل لمين بره احنا عايزين مين بره يدفع عننا فتذكرت ما قاله الرمضاني في حلقته وطريقته لتبرير بعض التضامن من أجل إرضاء الرأي العام أغلب الناس إلى ما قلتش كل الناس دفعوا دفعا إلى أنهم يعبروا على موقف معين تفادي للهجمات الإلكترونية تفادي للضغط للجمهور تفادي للتعاليقات المسيء الجارحة غير المؤدبة تفادي للصدع الرأس فاللخص الناس يعرفوه أن صفحات أشخاص مثل هؤلاء اللي عندهم مثلا 23 مليون متابع 23 مليون متابع يعني فركت القمحطات إخبارية كبرى ما عندهاش هذا الرقم ديال المتابعين ما يعني أن كل ما يقوله سيكون له تأثير يعني فمن الصعب أن نتخيل أن هذا السيد ما عندهاش مدير نشر للصفحات لأن إلا كان كل ميجاستار عنده يعني إمكانيات الولوج إلى حسابه الشخصي ونشر ما يريده فكتكون هناك هفوات قد تؤثر على مصاريه الفني فهذه الناس كيحسبوها بالورقة وبالميستارة فلو كان التضامن عفويا لو كان جاء من اليوم الأول نشوف أنتم غادي نخرج نعبر غادي نخرج نتضامن غادي نخرج نندد غادي نخرج نستنكر مشي أنا الفلسطينيين كيموتوا وكيتقصفوا وانا كندير الحفلات وكنشع الصور دي الحفلات إلى أن ارتفع الضغط وهو نفس الشيء الذي قام به لاعب محمد صلاح حتى بدأ الملايين ينسحبون من صفحته الرسمية عاد دفع إلى الخروج فالأمر الذي لا يجب أن نغفله هو أن هذه الناس عندما يصلون هذا المستوى من الشهرة كتكون عندهم شبكة ديال العلاقات اللي كيكون فيها سياسيين كيكون فيها إعلاميين كيكون فيها مصالح كيكون فيها عقود مع شركات فدائما الخرجات ديالهم كتكون كتحاول تحافظ على التوازنات ديالهم الإعلامية لحتى الصمت ديالهم وعدم التضامن في الوقت السابق كان متعمدا أما بالنسبة لمحمد صلاح اللي غديت معا في الرسالة دياله فهو ماشي بحل محمد رمضان لهو ممتل أتقن الدورة جيدا لكن محمد صلاح كان بين عليه الدشاء وكان بين أنه كقرام السكريبت لكن النص الذي كتب له ما كانش يعني فيه إيدانة لطرف ما هو كان فقط يدين العنف ويدين كذا ويطلب المساعدة لغزة فهذا تضامن يعني فقط تحت ضغط الرواد ديال المواقع التواصل وحتى الإعلام الذي ضغط عليه شيئا ما أما في الجانب الآخر كالقاوا بعض الرياضيين وبعض الأبطال والنسل هم معروفين ما عندهمش تلك الحسابات الضيقة فبالرغم من المكانة ديالهم ولا الموقع ديالهم فهم عندهمش حسابات مثل هذه فبثلا السباح المصري العالمي تضامن مع غزة فتم تهديده بالقتل بل الأدهى من ذلك أنك تلقى منظمات ونوادي واتحادات دولية خاصة برياضات ما تلقى أنها تحاول أن تتدخل في الرأي الشخصي للرياضيين المعروفين وتحاول منعهم من أن يعبروا عن أرائهم مثل هذا السباح المصري الذي بالرغم أنه حصل على البطولة العالمية للسباحة 50 متر فراشة وعبر عن رأيه أمام العالم فهذا الفيديو ما كانش عنده حسابات ضيقة مباشرة الخارجة بالتصريحة تتعطالوا الميكرو قال هادراليخ استقال فلمجرد أنه تضامن مع فلسطين تعرض للتهديد وأن الاتحاد الدولي قام بحدف صوره على موقعه الرسمي وأخباره حتى الصورة دياله هو متوج كبطل لكأس العالم لم يتم نشرها باش تعرفوا إلى أي درجة هاد الموضوع هو كوني ومهم للعالم بأسره ففي الجانب الآخر نجد أن هناك بعض اللاعبين الذين دفعوا تمن تضامنهم مع فلسطين فمثلا لدينا هنا اللاعب المغربي أنور غازي لكي لاعب مع فريق ماينز الألماني الذي بعد تضامنه مع فلسطين قام النادي مباشرة بنشر بيان وبفسخ عقد اللاعب لأسباب تضامن مباشرة قالوها مكيق البوش على تبرير المسائل هما فننتقل أيضا إلى القضية ديال كريم بن زمة الذي بعد تضامنه مع فلسطين تم اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتم أيضا المطالبة بسحب جنسيته الفرنسية وسحب جائزة الكرة الدهبية منه ننتقل أيضا إلى من إلى نصير المزراوي الذي خرج مقال صحفي يتهمه بأنه يحمل أفكارا إرهابية لأنه قام بدعم فلسطين فالأمر يعني هو جلل على المستوى الإعلامي بالنسبة لبعض الدول وبعض الاتحادات اللي ما كتفهمش كيفاش أنهم أجمعوا تقدر تلقى واحد الأقطاب اللي هي سياسية مثلا نقول أن الحلف الغربي اتفقاء الدولة على واحد المستوى معين كاين هناك تفاهم على منع مثل هذه الأمور أما كتلقى اتحادات رياضية ونوادي رياضية باش كتعرف أن سياسة معمرها ما كتفصل على الرياضة وعلى الفن لأن أي حاجة مهما كان هذا النشاط وكان عنده واحد التأثير إعلامي إلا كتلقى السلطة خلفها وتحاول تطويقها واستعمالها إذا لزم الأمر ومن خرج عن طوعهم يعني فكتكون مثل هذه العقوبات كما كشفوا أنهم حاولوا في فترة ما أنهم يفرضوا الترويج للمثلية على النوادي فالرياضة ما علاقتها بالترويج للمثلية الرياضة ما علاقتها بالترويج لسلم الذي تعيشه إسرائيل نقول الرياضة ما علاقتها نتكلم على مستوى النوادي مستوى الاتحادات أما اللاعبين والرياضين والأشخاص فلهم الحق أن يعبروا عن آرائهم لكن كنشوفوا أن هناك تطويق ومنع للتعبير عن الآراء بكل حرية اشتركوا في القناة